صحيب وانت تتكلم كمان على الافلام الكوميدية انا شاف فيه تركيز كمان على الافلام الكوميدية خلال الفترة اللي جاية مطرح مطروح محمود حميدة بيقدم كوميدي بطل الصفرة كمان اه طبعا اه متعلي عندي احساس انه دي تقربة مختلفة لمحمود حميدة وعندي احساس انها هتحق ده مخفيف قوي اه طبعا جدا ابتدى يشتغل ادوار بمزاج هو دلوقتي في مرحلة ان انا مش مشكلة حجم الدور قد ايه ولكن مشكلة ان انا اقدر اسيب انطباع ويبقى مؤسر قد ايه ومهم اول ان النجمة على فكرة يشتغل الشخصية بمزاج انا حبيبها وداخل جواها اه وبالتالي هتبقى هتوصل للجمهور وهتضف لي فاعتقد ان التعدد ده وبعدين هو النجمة حمود حميدة في الحياة مساير العصر يعني ما بيقولش لقى المخرج شاب اه بيضيف لناسي شخصيات متعددة ما وقفش عند مرحلة معانة زي نجوم اخرين شافوا ان هو لازم يبقى بطل الشاشة طول الوقت اه ده ما بيحصلش يعني حتى في السينما العالمية اللي لافت الانظار في الافلام العالمية الجديدة زي ابن هيمر الممثل التاني مش الاول فالرؤية دي احنا محتاجينها تبقى متواجدة عند نجومنا الجودات حتى لانه مش كل حد بيملك كارزمة انه يبقى نجم جماهيري صحيح دي حيشوفنا بطلات جماعية كمان كان لها قطر كبير عند الناس